الاتحاد الدولي لكرة القدم يثبت توقيتات مباراتين منتخبنا الوطن العراقي أمام إيران في طهران وأمام لبنان في صيدة ضمن تصفيات كأس العالم 2022 السلام عليكم شباب وياكم أنس أخبار المنتخب العراقي حبل ما تشاهد الفيديو صلي على النبي محمد وآلي محمد سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك الفيديو ليصل لكم كل جديد مباراة العراق وإيران ستكون يوم الخميس 27 واحد 2022 ساعة السابعة مساء على ملعب آزادي مباراة لبنان والعراق ستكون يوم الثلاثة واحدة لثنينة 2020 في الساعة الثانية مساء على ملعب استاد صيدة البلدي في لبنان أكدت مصادر خاصة أن المونتينيغ ريزيليكو بيتروفيتش مدرب منتخب العراق قرر الاستعانة بخدمات المخضر مع أحمد مراهيم قائد السود الرافدين السابق قبل ملاقات إيران ولبنان ضمن تصفيات آسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأشارت المصادر إلى أن بيتروفيتش طلب من إدارة المنتخب بإضافة أحمد إبراهيم مدافع القوة الجوية العراق الحالي قائمة الأولية التي ستلاقي المنتخبين الإيراني واللبناني ضمن التصفيات المونديالية وذلك للحاجة الماسة لخدماته في المرحلة المقبلة خاصة أن فراغه كان واضحا في كأس العرب 2021 التي غاب عنها أحمد إبراهيم بقرار فن إلى جانب زميله المخضر مع ألاء وأضافت المصادر ذاتها إلى أن المدرب المونتينيغ ريزيلي جدد الثقة بمناف يونس المدافع الذي تواجد للمرة الأولى بقيمة المنتخب العراقي في البطولة العربية الأخيرة وشارك في المباريات الثلاثة أمام عمان والبحرين وقطر فيما سيعود إلى التشكيل الرسمية على فائز محترف القادسية الناشط في الدور الكويتي إلى جانب ريبين سلاقة محترف بويرام يونايتد تايلندي نقرأ جزء من تعليقاتكم الجميلة والمحفزة ساهر يقول استمر حبيبي يا أحلى إعلامي فرحنا تابعك ابن البصر تحياتي لك راهيم إبراهيم يقول استمر حبيبي متابعك من لندن على رأسي حبيبي الاسطورة الملكي يقول أنا مشترك جديد أتمنى تطلع تعليقي تحياتي لك عابر سبيل يقول استمر إقبال مئة ألف أخوك من البصرة فدو طلع تعليقي حبيبي تحياتي لك ونوعات العاب يقول استمر مشترك من باب اللي أريد تطلع تعليقي تحياتي لك فايبار يقول فدو طلعني والله أحبك تحياتي لك يا ورده المنتخب يمثل أن يقول أول واحد يعلق طلع تعليقي تحياتي لك كرار يقول صاليش قد علق لك ليش ما طلع تعليقي استمر حبيبي تحياتي لك عام الجمال يقول استمر يا أسطورة أخوكم من الناصرية فدو طلع تعليقي تحياتي لك حبيبي يقول استمر بالتوفيق لك يا رب يحسي أن يقول استمر تحياتي من بغداد فدو طلع تعليقي حبيبي لا تكتبوا لطلع تعليقي أنتم من خلال تعليقاتكم المحفزة إن شاء الله راح أطلع تعليقاتكم اللاعب على إفاظ اللاعب منتخب شباب العراق هو اللاعب العراق الوحيد الذي توجه بلقبين هذا الموسم الأول مع المنتخب الوطني والثاني مع نادي غواتنبيرغ نادي نفط ميساني يقيم مجلس أعزاء في مدينة العمارة على روح مدرب الفريق السابق اللاعب الدولي المرحوم أحمد داحام وكان المرحوم قد أشرف على تدريب نفط ميسان بأكثر من مرة وأبرز مساهمتها صعود الفريق للدرجة الممتازة مدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك يقول اللاعب الإيراني عندما تنتحي مباراة مع منتخب بلاده تعود إلى أوروبا بينما اللاعب الإماراتي يذهب إلى وظيفته كيف تريدون مني أن أتغلب عليهم مهاجم سيغمو أولموتس التشيك العراقي عقوب يونس على أبواب العودة إلى الملاعب تخصيص مبلغ ميتين مليون دينار من وزارتين المالية والتخطيط إلى نادي النجف لدعمه في باقي مبارياته في الدور العراقي أمجد عطوان خاض مباراة كاملة مع الشمال انتهت بالخسارة أمام الريان بهدفين مقابل هدف في الجولة الدعش للدور القطري برشلونة أعلن عن إصابة الزلزولي وكوتينيو وديست بكورونا المدريد أعلن عن إصابة فينيسيوس وكورتو وكافامينغا وفالفيردي بكورونا أتلتيكو مدريد أعلن عن إصابة سيميوني وغريزمان وكوكي وفليكس وهيريرا بفيروس كورونا كورونا غزت الدور الإسباني كله صحيفة الماركة إيرلينغ هالاند يريد مشروع ناجحا فريق يقوده للفوز بالألقاب التي لم يفوز بها في بروسيا دورتموند سيخوض ريال مدريد وبرشلونة المنافسة في الصيف من أجل التوقيع معه والنادي الأقرب إلى هالاند هو ريال مدريد وانشستر سيتي يتغلب على بريند فورد ويوسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني إلا ثمان نقاط عثمان دين بيلي لن يجدد عقده مع برشلونة احتمال رح يجدد عقده وين مستشفى دانيال فيزيغو بيلي هو أعظم لاعب أنجبته الملاعب عبر التاريخ ويبقى كريستيانو رونالدا هو أصعب لاعب واجهته في حياتي هنا وصلنا لنهاة الفيديو وسوي لايك اشترك بالقناة فعل الجرس شارك الفيديو لأصدقائكم ليصلكم كل جديد